إذن بعدما كانت ترسم صورة سودوية على الجزائر من خلال تقاريرها السنوية حول وضعية حقوق الإنسان غيرت منظمة العفو الدولية من لهجتها هذه السنة أين أثنت بمصاري الإصلاحات التي قامت بها الجزائر منذ فترة خاصة ما جاء به الدستور الجديد مزيد من التفاصيل في تقرير السيد حمد هديبا تغيير اللافت في لهجة منظمة العفو الدولية تجاه وضعية حقوق الإنسان والحرية بالجزائر هذه المنظمة التي رسمت تقاريرها طيلة السنوات الفارطة صورة سودوية عن واقع حقوق الإنسان كسرت القائد عبر الإشادة بمصاري الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر في عهد بوتفليقة خاصة ما حمله الدستور الجديد نبارك الدستور في الدستور الجديد أن توسيع حرية الإعلام ومنع سجن الصحف أنه هي كل إيجابيات وخطأ الأمام عدم سجن الصحفي لكتاباته أو شيء من القبيل توسيع مجال حريات وإستقلالية القضاء كل هذه المواد نعتبرها كتقدم التجاوب مع مطالب النقابات وفتح قنوات الحوار مع المحتجين بالإضافة إلى مراجعة قانون العقوبات عبر حماية المرأة معطيات نالت استحسان أمنيستي أنترنسيونالة نسجل بارتياح نوعا ما تعديل قانون العقوبات لحماية المرأة من العنف رغم بعض التحفظات ولكن نعتبرها خطوة إلى الأمان نفس الشيء بما يخص معاملة الموقفين في مراكز الأمن الشرطة أو الدارة يعني تعديل قانون إجراءة الجزائية أمنيستي أنترنسيونال وأخواتها منظمة غير حقوقية دولية وجهت سمومها تجاه الجزائر عبر سنوات يبدو أنها اليوم راجعت حساباتها تجاه بلد بسلبياته قطع أشواطا في عدة مجالاته